لتعاون القائم بين بكين وموسكو أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن جيشها مستعد للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجيين قال متحدث باسم الوزارة أن البلدين سيعملان معا لتنفيذ مبادرات الأمن العالمي كما سيعمقان أيضا الثقة العسكرية ويحميان بشكل مشترك الانصافة والعدالة الدوليين ببيان وزارة الدفاع لفت أيضا إلى أن بكين وموسكو ستعملان على تنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشترك من جهة أخرى قلت وزارة الدفاع الصينية عن تدريبات البحرية المشتركة التي جرت مؤخرا بين الصين وإيران وروسيا في خليج عمان عززت قدرة أساطيل الدول الثلاث على تنفيذ مهام بحرية متنوعة وأضافت الوزارة أن تدريبات عززت الصداقة والتعاون العملي بين الدول الثلاث لفتتان لأنه تم إرسال قوات من بينها 12 سفينة ووحدات عمليات خاصة ووحدات غوص للمشاركة أيضا في هذه التدريبات تدريبات التي جرت ترجمة نانسي قليل ترجمة نانسي قليل ترجمة نانسي قليل